لكن من أجل الصور أو من أكثر الصور التي بدأت تنتشر حاليا التطبيقات الإلكترونية أو وقف التطبيقات الإلكترونية هذا الموضوع ما مدى مشروعيته وما الشروط التي ينبغي أن تراعى فيه نعم تقدم في بيان نوع الموقوف عليه أنه يجب أن يكون أو في بيان صفة الموقوف أي المال الذي يحبس وتسبى المنفعته في جهة من الجهات أن يكون هذا المال مالا متقوما شرعا يمكن الانتفاع به وبناء على هذا التعصيل الفقهي فإن كل ما كان متقوما شرعا كل مال متقوم شرعا يمكن أن يتخذ وقفا ولأن هذه الحقوق المعنوية من نحو المواقع الإلكترونية على سبيل المثال أو التطبيقات التي تكون في الأجهزة الذكية أو حقوق المؤلف أو حقوق المخترع أو براءات الاختراع أصبحت في عالمنا المعاصر منافع متقومة شرعا ومن أجل ذلك ذهب أغلب الفقهاء المعاصرين إلى جواز جعل هذه المنافع أو الأموال المتقومة شرعا أو المنافع المتقومة شرعا أصولا وقفية ولا غرابة في ذلك لأن مثل هذه الأنواع أصبحت مدرة لريع كبير وقد لا تحتاج إلى كثير من رأس المال إلا أن عوائدها كثيرة فلا يوجد ما يمنع من اتخاذ المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الذكية أو براءات الاختراع وحقوق المؤلف أو غيرها من الحقوق المعنوية المتقومة شرعا أن تتخذ أصولا وقفية وهنا سيسري عليها ما يسري على المال الموقوف بحيث لا بد أن تكون من المباحات شرعا وأن يمكن الانتفاع بها أما كونها من المباحات المشروعة فهذا يخرج ما سواها فالمواقع التي تنشر الرذائل على سبيل المثال أو تدعو إلى الجريمة بكل أنواعها أو تعتدي على حقوق الآخرين وكذا الحال بالنسبة للتطبيقات الذكية التي هي من نفس هذا الجنس فهذه لا يصح وقفها وكذا الحال بالنسبة مما لا يمكن الانتفاع به فهناك بعض المواقع الإلكترونية التي لا يكاد يزورها أحد ولا عوائد منها أبدا فكأنه إنما يريد أن يتخلص منها فيقفها وشأن هذا شأن من يقف دابة مستهلكة كما تقدم أو عينا لا يمكن الانتفاع منها أبدا وكذا الحال بالنسبة لسائر الحقوق المعنوية من نحو حقوق الاختراء فإذا كانت مما هو داخل في دائرة المباح شرعا فلا إشكال حينئذ في جعلها وقفا قد يطرأ عليها إشكال عند بعض الفقهاء أن كثيرا من هذه الحقوق المعنوية لا تتسم بالديمومة ولكن هذا لا إشكال فيه على الصحيح لأنه وجد في الفقه الإسلامي وقوفات لا تتسم بالديمومة كوقف الكتب على سبيل المثال أغلب وقف المنقول مما يمكن الانتفاع به وقد تقدم الاستدلال بالحديث الذي ورد فيه أن سيدنا خالد بن الوليد وقف عتاده وأدراعه في سبيل الله هذه من المنقولات فلا يتصور أن تظل منفعتها دائمة غير منقطعة ولذلك فإن ديمومة الشيء الموقوف بحسبه هذا من باب بالإضافة إلى أدلة أخرى يمكن أيضا أن ترد في ثنايا الحديث بمشيئة الله تعالى طيب فضل الشيخ ماذا لو كانت هذه التطبيقات أو المواقع مما لا تكون عادة ذات عوائد تجارية كوقف مثلا على سبيل المثال برامج تطبيقات القرآن الكريم بل هي التي تحتاج إلى أصول حتى تنفق على هذه التطبيقات أو البرامج لا مانع أولا لا يلزم أن تكون المنفعة أو العوائد مالية يمكن أن تكون علمية وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأعمال السبعة التي يصل أجرها إلى المرء وهو في قبره بعد موته قال أورث مصحفا فتوريث المصحف يدخل في هذا الباب لكن إن كان هذا التطبيق محتاجا إلى كلفة تشغيلية فلا بد من إيجاد مورد مالي أو أن يتكفل هو به ثم يضع شرطا من يتولى إدارته وصيانته وترقيته وتحديثه لأننا نعلم أيضا أن هذه التطبيقات الإلكترونية أو التطبيقات الذكية بحاجة إلى تحديث وترقية وحماية فلا بد من الانتباه إلى هذا الجانب ترجمة نانسي قنقر